وزير الدفاع الروسي يعلن زيادة إنتاج الأسلحة العادية وعالية الدقة ومستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية يؤكد استخدام بلاده قنابل ذكية غربية بهذه التحضيرات دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوماً جديداً من المعارك الطاحنة مع القوات الأوكرانية التي تسعى جاهدة إلى صد الهجمات الروسية المتلاحقة موقع أسكري روسي أفاد بأن قوات فاغنر باتت في عمق مركز مدينة بخموت ولا تفصلها عن المبنى الإداري سوى مئات الأمتار في حين بثت قوات دونيتسك الموالية لروسيا صوراً قالت إنها توثق تدمير مواقع أوكرانية بالمنطقة الصناعية في مدينة أف دييفكا وبينما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية أن روسيا شنت 40 هجوماً صاروخياً على مناطق مأهولة بالسكان واستهدفت مدينة في دونيتسك بصواريخ باليستية أكد القائد العام للجيش الأوكراني إن بلاده ستواصل النضال من أجل استغلالها وزارة الدفاع الروسية قالت إن دفاعاتها الجوية أسقطت 11 طائرة مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد وأن قواتها صدت ضربة مشتركة لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة للقوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك مضيفة أنه تم إحباط محاولة من القوات الأوكرانية إرسال مجموعة تخريب واستطلاع باتجاه زبوريجيا وقتل خمسة مسلحين اشتركوا في القناة